الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله أصحابه وعلى الله نهتدى إلا الله نشرح فرعة وزوة بذل الكبرى كما كتراها في التكتور من صور بن عصر خالحة في ضوضة ومسفرانها مقدمة وعلى وزوة دين الأوشير الخروج للقافلة قريش وهي ذاهبة إلى الشام جمادة الأولى والآخرة في السنة الثانية من الهجرة قال في جمادة الأولى من السنة الثانية من الهجرة بلوى الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن عين لقريش فيها أموالهم والإبقية الإبل بأحمالها خرجت ممكن إلى الشام بقيادة أبي سفيان بن حر وكان أبي سفيان يومائد كافر وكانت العلم ألف بعيد وكانت فيها أموال عظيمة ولم يبقى بمكة القراشي ولا قراشية له متقال فصاعدة إلا بعتها به في العيق حتى إن المرأة لتبعث بالشيء التافئ فكانت هذه القافلة تحمل أموال قريش في أسرها إلا حويتب ابناء عبد العزة فلهذا تخلف عن بدر وقد ذكر العظم أنه حضر بدر وقد روي أنه حضر بدرا فقال والله شهدت بدرا مع المشركين فرأيت عبرة فرأيت ملائكة فقتل وتأسر بين السماء والأرض فقلت هذا رجل ممنون ذكره حاكم في المستقر وكان مع البي سفيان ثلاثون وأربعون ثلاثون أو أربعون أجل منهم مخرم ابن نوفد وعمر بن عاص فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خمسين ومئة ويقال في مئتين من المهاجرين يعترب رضون هذه الأير ولم يكره أحدا على الفروج واستخرف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه وكان حامل اللواء هذه الغزوة حمزة ابن عبد المطلق رضي الله عنه وكان اللواء أن يطولون فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهم معه على ثلاثين بعيرا يعتقبونها كل خمسة أو ستة على بعير حتى بلوه معظم أن يقال له ذن العشيرة وهي لبني مطلج وتبعد العشيرة على المدينة مئة وعشرون متر أو مئة وعشرين كيلو متر تقريبا من ناحية الخار قريبا من ينبع وتسمى الآن ينبع النخ مدينة يمين بدر يسار زيد دون بدر هذه المسافة بالخار الطاقة وفقام فأقام أني صلى الله عليه وآله وسلم بقيته جمادة الأولى وليالي من جمادة الآخرة وتبين أن العلق قد فاتتهم بأيان فرجعوا إلى المدينة وليم يلقوا حربا وسنيت هذه الغزوة بغزوة ذرق الشيوة هذا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين